اختتمت حملة طرق الأبواب فعلياتها بمحافظة سهاج التي استهدفت تطعيم المواطنين ضد فيروس كرون المستجد بجميع قرى ومحافظات أو مركز المحافظة وأعلنت مدرية الصحة أن الحملة نجحت في تطعيم ما يزيد عن 380 ألف مواطن من عمر 12 عاما من خلال 1220 فريقا متنقلا بجميع أنحاء المحافظة احنا وفرنا الأجهزة والإمكانيات الجاهزة اللازمة يعني علشان يكون التطعيم في متناولة كل من جهزة والشخص واقف أي حد في الشارع عنده مشكلة احنا موجودين يعني في إطار تسهيل الإجراءات ووصول الخدمة للمواطن في كل مكان بالنفذ حملة تطعيم كورونا واقفين في الميادين حطين فرق في كل مكان معنا فرق مدربة التسجيل بيبقى سريع تققم التمريد كلها مدربة على التطعيمات التطعيمات كلها متوفرة جميع الجرعات وجميع الأنواع بنحب نوصل لكل واحد وبنقوله أن التطعيم آمن واللي ما أخدش يجي يأخذ واللي عنده جرعات متأخرة يتفضل يشرفنا اشتركوا في القناة